سبح الخير سبح الورد والفل والياسمين شنحوالكم صديقاتي شنحوالكم أخواتي وتطواتي إن شاء الله كلكم تكونوا في صحة جيدة يا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع البشر كل من يمشي على وجه الأرض ربي يحفظ الجميع وربي يرفع علينا البلاء والوباء إن شاء الله إن شاء الله هكا يقعد أحديث ولا عادي يعيدها على قولت جديتي الله يرحمها اليوم يا صديقاتي وكيما كل فيديو جديد معايا نشاط الحيوية اليوم وانا هاني نطيب مانيش بش نتعمق يسر في الشربة متاعي فما مثل صديقتي قول وصو على الخل أعمل ما يقطع المسمار عدئنا الشربة تو هي الراعي الرسمي فيها ليامات هذه فيها البرد وفيها ليامات منتاع الحجر الصحي المهم إن شاء الله ربي يبقي علينا استدرو وإن شاء الله ربي يحفظنا ويعطينا صحة لبدان ويعطيكم ويحفظكم ويبركلكم في كل خطوة أهم حاجة صديقاتي ردوا بالكم تخرجوا يعني تفادوا الماكسيموم لخروج راهوا أهم حاجة نحفظوا على صحتنا باش ما نعطوش غيرنا وباش ما نمرطوش معنات أحبابنا وعائلاتنا ينزبنا نشدوا الدار هذا هو الحل هكا قالوا المختصين وهكا ينزبنا نسمعوا الكلام كل شيء راه يفوت ويتعدى شوية صبر وكهو تو تمرها الأزمة كما يقولوا اشتدي أزمة فاريجي تو يجي نهار ونخرج ونتفرد ويقعد حديث كما قلت لكم وخاصة هكا يبدأ يقول لك راني قلقت راني فتيت تذكرها لي يا متاذي تو تستحمد ربي في كل لحظة المهم صديقاتي شربة متعي مكونات الخضرة كما العادة وشوية حكا مكت بمرة بيأعملوا الزهوما اللي تحبوا وشوية معنتها أفاحات وعملت فيها شربة لسان عصفور هذه هي شربتي وكان قص لها بشوية كرافس معنتها لازم نحط فيه الشربة أنا ما تحلالي إلا بعود كرافس صديقاتي العزيزات سمحون نعتذر منكم مرة أخرى على صوتي على غالب نزلت هكا أنا وبيدي تيعبا شوي والله جعدت نقلق فيهم نكلم فيهم ونعاود ونسئل فيهم ها وبيها وعليها انقيس حشيكم السخانة نرجاها 35-36 مية عندي وجيعة حشيكم في حلقي وعندي نش سموها توهبط يعني توليت لي كأنها في صدري أما يظهر لي هواء ما نعرش يظهر لي أنا ما نشط فيه لكن ربي قدر الخير وكهو المهم هاني ملتزمة بالحشر الصحي وكهو بعيدة على راجدي بعيدة على كل شيء هذه المدادية معناتها ما نقرب لحد وما نتنفس في وجه حد وشالله ربي قدر الخير نيا صديقاتي المعون بتاعي أول حاجة بش نحي اللي غسلته سابقا نمسحه وبش نرجعه لبلاصتو هذه أهم حاجة نعملوها التنظيم المعون في بلاستو بش هكيكا ما تتحبلكمش الكوجينة وخاصة أنا كوجينتي العسلة صغيرة هاهو اللي بنيت شنو يستنى فيه المعون اليوم روتين على حقيقته بش تشوفوا الدار دخل بعضها الكوجينة بليوتو دخل بعضها كيف الناس الكل قد تصير الفوضى يلزمني يخملها كما تعرفوا المعون ان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم ساحة لبدين الكوجينة دخل بعضها بريموم ان الجمتش بالرغم اللي أنا حشيكم مريضة شوي أما قلبي مع تانيش بش نخلي الدنيا دخل بعضها وقمت وطيب تفايم جاري وهاكم معايا رحصيلو وهكا بش نشجعكم ونعطيكم شويه انرجي بوزيتيف بش قوموا حتى انتمو وتعملوا كيفي شوفوا البنات او كورايا شي ما هو شي اول حاجة بش نعملها بش ندخل هاك المعون انا جتني القضية معناتها متاع الشارع بيزمني كلها نعقمها ويزمني في اقرب وقت يعني وبالرغم اللي يغسرني المعون محطوط برشة لكن بش نخليه بش نغسله من بعد وبش نبدأ في معناتها تعقيم اللي عندي هتوا تشوفوني كيفاش ننظموا موقع موجودين في الصشي الكحلة شريت شوية خضرة ما خرجتش انا لحقيقة شوية معنتها زوز باك وحليب على ما ياتي المشكلة اللي توا كي ما تقول تولي لكل الفارينة ما هيش موجودة انا لبنائد راهو لله الحمد تعودتها من بابا الله يرحمه نحنا في بلادنا نقوله سبيسة سبيسة يعني القضية الشهرية نسموها سبيسة كنا في دارنا نقضوا هكاك كان بابا الله يرحمه يخلص بزوز شهاري يسموها بالكنزة يعني بالكنز جور وكل شهر ناخذو هكاك قضيتنا كل شي تتسمى المونة عنها لبنائد تبدأ الدويرة فيها كل شي ولله يعني الحمد ذاك عليش انا توا في هاليا مات هذه موجودة عندي الفارينة وموجودة عندي السميدة خطر كنت نقضي بشهر هنا لبنائد كي ما قاعدين تشوفوا هذي صاشيات القضية هذي قهوة خدينا شوية قهوة متاع كافة تيار وزوز باك وحليب وخديت الخل الخل ضروري ضروري في البريود هذي في كل بريود انا روه ما يخطنيش مدار عندي انواع اخرى اما خبيت هذا بش انعقم بيه وفي العادة لبنائد انا راني نغسل الخضرة ديما بالخل وبالنسبة للمعون وإلا للأرضية والكل نحط الجفال يعني الحاجات نتعداره كل من الحقيقة عمري ما عملته مقبل بالخل نعملهم بالجفال مين فما صديقات قالوا لي أعملي الخل في المعون راهوا به خير من الجفال معنتها ما هوش قوي وصحيا أحسن المهم دوالبنائد انا شنو بش نعمل عندي الماء هذي بش نحط فيه حتيت فيه مع المونتاج حتيت الملح والخل هنا لبنائد بش نجيبك الباقويت متاع الحليب بالصاشيات بش نحي هكي الصاشيات ونشط الباقويت متاع الحليب ونعملهم بالخل هكيك مالجريل واحدة متاعي رخامة متاعي محبية كي ما تعرفه معنتها ما عنديش ونبش نحط الحمد ولا على كل حال يا ربي وليك الحمد اللهم أنا عم تفزد الحمد ولا على أنا فرحانة بها شي كبير ماذا بيكم البنائد أي حاجة تدخل للدار نظفوها ما تخلوش حتى حاجة من غير ما تغسله مهما كانت مثالش معناتها طول البردجين يزمكم تشيحوها تخلوه يشيح بشاكة ما يخمر الكمش ولا حاجة ولكن ضروري برجة انكم تعقموا كل شي انا حطيت هذيك البول فيها الخل والماء والملح ونبدأ هكيكا نحق فيهم وبعدين ما زلت بش نزيد نغسله صشيات لكل بنات نرموهم البرق ما نخلوه حتى شايفتها ونعرف الواحد راه للوقاية لأكثر ولأقل وبيقدر الخير وكهو مش توسويس كما بعض من الناس تقول ولكن مهم ان الواحد يتوقع هذيكا السفناري او الجزار مقوي النظر والليمون متاعي او كذا اغسلت وحتى هو كعبتين ليمون الخضار ما زل ما عندوش معناتها انا مفهمتش لهفة العبادة علي لهفة العبادة بما معنى تشري بالعشرة كيلو تشري طوان نشري بالجمعة معقول مش ما بقاش نخرج كل يوم نشري بمتاع 4 ايام 5 ايام اما اني نهز ونكدس ونحط في الدار وغيري ما يلقاش بش ياكل مش معقول توا كيما الفارينة والسميد مشو هزوهم الكل او كمعناتها العباد حشاكم ملهوفة على الفاضي بعد توا يقعد كل شي محرام الانانية مش به حتى في الحكيات هذي مذا بينا من ناخدوش اكتر منطقتنا نستعملوا كيما العادي صحيح الواحد ياخذ مثلا نمت في عظم تاع نهارين ياخذ انتاع جمع اما مش ياخذ انتاع ثلاثة شهور مش معقول معنايتها منيش فيه معليش العباد ما تخممش فيه غيره مايكي بش يفرغ بش يفرغ على الناس الكل انتي بش تخليه في دارك وغيرك ما يلقاش باك ويكل منه غير مهم ان شاء الله ربي حنن القلوب ويعطينا اكتر معلتها وعي وتحلي بالمسئولية انه نحس رويحنا كلنا مسئولين ولكلنا يلزمنا نخموا في غيرنا تقول الدنيا الكلها تمشي لباس عليش يعني انا بيت شبعانة ولله الحمد وغيري والبكويت مخبية في خزانة وغيري ما يلقاش بش ياكل مش معقول حتى ربي ما يرضاهاش بينصير معلتن بيهاش حتى كلام يعني اللهفة والرغبة انا شو احكي لكم احكيها البنات اتوعظت منها في رمضان قبل سيدي رمضان اللي فات سمعت عاملين بروموسيون في جروند شرفاس للجيش وانتو ما تعرفوني اللي انا ناكل الجيش ايا مشيت يا سيدي طحت نشري فك الزطور بتاع الجيش نشري 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 ونحط في رص الشهر على اساس رمضان ايا سيدك جاي سيدي رمضان قلنا اللي كتب من ربي وقال الخيرات الخيرات ما شاء الله جيتش انا خرجة مسافر نقرس على بريس قصيت الفريجيتير من غير منو شهر يا لبنات شو بش نحكي لكم اك اللي يقدستو الكل روحت الريحة من البالاء منا من لصنصر الريحة شي كبير قلت من وقتها شو اللهفة انت على البشر او كربش جايلي اذا كدرس نعبي ونلم ونخبي ونحط شكون جايلا انا بش ناكل هكي جاتوة معنات يزم الواحد جيست هكي حابيت نتكلم في الموضوع هذا خطر لبنات الكل معناتها صديقاتي وتبطواتي الكل يحكولي منين الفارينة كيفاش الفارينة الفارينة مقطوعة او هذا شي مش مخبي في تونس الناس كلها تقول اللي الفارينة والسنيت مقطوعين ياخي جالو كنا نستعملوا طن ونص يظهر لي ولا طن وثمانيميات اصبحنا يعني مثلا نقولوا نحنا حاجاتنا في النهار طن وثمانيميات اصبحنا نستهلكوا في زوز طن وثمانيميات يا معلم يا خي للدرجة لعبت معنتها مش لافة يعني متاع بشرية اخرى متاع نقولوا عشرة ملايين اخرين عليها هذا الكل كل شي متوفر كل شي موجود والله لايقت عنا معنتها خير وخمير كما يقولوا تبا صديقاتي باش نعملوا بالجراتان اول حاجة حطيتها لبروكلو بتاعي قصيته وحطيته في الماء مع شوية فلفل اسود ورند وثم نخليه يغلي الرند وثم بشي ناحي الجاز هنا لبنات ناخذ بشوية زيت زيتون لجراتان بايه زيت زيتون يقولوا هكا كي تبدا شايحة ولا تاكل بايه انك تشرب زيت زيتون يبرد عليكم شاء الله ربي يبرد علينا وعليكم لبنات ده بش نعمل بشاميل متاع لجراتان متاع اول حاجة انا عملها انا هذي تجربوها وترحبولي على والدي طريقة هذي روعة تحطوا الفارينة زوز مغارف الفارينة عليهم ومغارف الزبتاء عليهم نصف لتر من الحليب مغارفة متاع مايكلة اكون كيما جاعدين تشوفوا تجلوا المرة لو لا تعرجوا هكي الفارينة في الطنجرة وحدة ايه نعم وحدة جربوا طريقة تشوفوه محلاه هذي انا مجربتها بامالدفوة وعملتها قبل مع اللازانيا جربوها وعطوني رايكم بشو نحط الحليب هنا ونبدأ نخلط توا تحسوها هي متكتلة والكل مية راح ينبعت تتحل وتبدأ سهلة وعلى محلاه هنا عندي بطبيعة نوارد الموسكات شكون ما يعرش جزء الطيب بالنسبة للبشعمال ما تجيه البشعمال إلا بجوز الطيب تعطيها هيك تفويحها بنينة ياسر انا ننصحكم تجربوها طريقة هذي وجوز الطيب يدور لي بسبع عليه فراهي معنى انت تاخدوا حتى كيبتين مثل ايه انت عقوري تشد لكم دي جاء الكعبة منها تبدو تربو فيها تشد لكم فترة كبيرة هاو كمعنية هنعطيكم فكرة مش بكعبة بشتكملوها في لحظة تشد بالجداية الكعبة تعمل لكم ماء جدش من مر نيه لبنائد اخضرت عندي البشعمال والتي كيما نحبها جربوا جربوا الطريقة وخلولي رأيكم كيما العادة يعني ورحمولي على بابا حتى كما تخلوش يرايكم ورحمولي على بابا دي كان عندي بالدنيا الكل نيه لبنائد تواش نحضروا لقراتنا تحية لصديقتي المغربية وللمغرب الكل وللزير والليبي حصيلوا لكل اشقاءنا في الدول العربية الكل هنا بش نعمل البطاطا البطاطا متاعي كنت سلقتها طبختها قبل شوية وخليتها شدة روحة بش معنى نص طياب تتسمى وتوابش نحط هاك البروكلو متاع هدية الطريقة انا معنى هذوقتها من عندها سامبل ما ما كومش بش معنى همش مكلفة برشة وما فيهاش برشة تعقيدات تعقيدات تحقيدات خليها 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 خلي الحاجات على طبيعتها استنستوا بيا صديقتي ولفتوني ولفتوني توابش نحط لا الى الله سيدنا محمد رسول الله تنجموه هنا تحطوا الجيج وإلا الحم وإلا الحم مفروم اللي تحبونتم انا عملتها من غير حد شيء تعرفوا نحنا في ايام الحجر الصحي ماذا بينا نقتصده شوي ما فيها باسك يناكلوا مثلا الشربة وإلا الحاجة حاجة طيبة بالحم لجراتان نعملوه نقص شوية أو كالبيض يعوض العظم يعوض هنا حاتت شوية معلوس حليت كالبيضين هذكم وحاتت فيهم شوية المعلوس ومش نفوح بطبيعة البيض متاعي بشوية كركم اهم شي الكركم في كل شي اهم شي الكركم في كل شي حلوة هذي توابنات بش نحط معاهم شوية ملح وشوية فلفل أسود هذو محاشتين شوفوا رايولو بيض يجي معاها الفلفل أسود يجي معاها الكركم ويجي معاها الكمون إذا تحبوا فما ناس راهي في مكلتها تدخل برش الكمون المهم هنا يليبناتك بشو نصبهم بذوقهم بشو متعاملوا أكثر بيض أنا حطيت كان يقعبتين يا فضل فضل ومش نحط في وجوهم هكي السوس بشعمال أخذوا يليبناتو كانت شموا الريحة نودكم ولا نشاهيكم وإن شاء الله قسمكم منها في الجنة وإن شاء الله تجربوه هذي أهم حاجة أنا لحبكم تنجح لكم رايبا سيلمو ما فيها حاد شي سهلة مهلة ريتو بيبنات ريحة البشعمال السوس بشعمال روعة شنو اللي يبنن هكي موضو موسكات يعطي هكي ريحة طيبة ريحة سبيسيال البشعمال اللي قردت عم تاعكم هنا حطيت الجبن الجبن لبنات كل واحدة وحسب الضوقة بتاعكم كل صديقة فيكم تعرف شنو الجبن اللي تحبوا هنا لبناتو بشو نحطه في الفرن حطيته على 180 درجة لمدة 4 درجة نحل عليه من اللوطة وبعدين من فوق دوب ما يتحمر هكي يعطينا اللون هذي كالدوري يموتكم ولا يشاهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنة توا مبقالي كمبش نقول لكم تبقوا في رعاية ربي وفي حفظه أعلى أمال اللي قابيكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة مع الصيحة من الروح للروح نخليكم في أمان الله وفي حفظه ترجمة نانسي قنقر